خلينا نبدأ نشرح شكل منتخب مصر كان ازاي بدون الكورة في ذل البحث عن نفس الشيء وهو أكبر إعفاء ممكن لمحمد صلاح من عملية الضغط وعملية المشاركة في الأدوار الدفاعية منتخب مصر في مباراة موزنبيق كان بيعتمد على شكل أقرب بـ 4-4-2 بوجود صلاح ومصطفى محمد سنائي في خط الضغط الأول بإعفاء جزئي لمحمد صلاح يخلينا نتراجع بخط الضغط بالكامل عشان نبدأ عملية الضغط من نصف الملعب وبالتالي ما يكونش مصطفى محمد متقدم جدا لكن في مباراة منتخب غانا شكل الضغط بتاعنا تغير لـ 4-1 4-1 بوجود مصطفى محمد متقدم وراه ربعي خط الضغط ثم محمد النني وحيدا في وسط الملعب وربعي خط الدفاع في المقابل منتخب غانا كان بيعتمد على 4-2-3-1 بسنائي وسط ملعب وقدامهم محمد قدوس ثم مهاجم وحيد وسط سنائي قلب الدفاع في منتخب مصري وربعي في خط الدفاع شكل الضغط عن منتخب مصري كان بيعتمد في الأساس على محاولة حرمان محمد قدوس من الاستحواز عن طريق التطبيق رقابة فردية من محمد بنني وحرمانه من الاستلام في عمق الملعب أو ده اللي كنا بنتمناه ولكننا للأسف ما قدرناش نوصله وما قدرناش نوصله لأنه مجرد المحاولة واحدها مش كفاية المفروض أنه قبل المبارات منتخب مصر ومنتخب غانا يكون منتخب مصر وجهاز الفني زاكر كواس جدا 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 مبارات منتخب غانا ومنتخب كاب فردي لأنه منتخب غانا حتى برغم الخسارة من كاب فردي ولكنه كان عنده شيء واضح بيحاول يقدمه ألا وهو محاولة الصعود على المهاجم الوحيد رقم 25 المحاولات دي كلها كانت بتساعد منتخب غانا في كسر خطوط ضغط أولى أو تانية يعني أول خطين ضغط علشان خاطر يتدرك بالكورة ثم يوصل لمرحلة التلت الأخير ويحاول يبدأ عملية الإنهاء منتخب مصر بتطبيق رقابة فردية لصيقة على محمد قدوس ولا قدر يمنع محمد قدوس من الاستلام ولا قدر يمنع منتخب غانا ينفذ الشكل اللي هو محتاجه لأننا اكتشفنا في معظم الأوقات أن محمد قدوس كان بياخد محمد النني وبيتم استخدامه كطعم لتفريغ عمق وسط الملعب واستخدام سنائي خط الوسط كطعم برضو لإبعاد سنائي خط الوسط في منتخب مصر وتدرج واحد من كل قوب الدفاع في منتخب غانا علشان يطلع باص سليم للمهاجم المنتخب الغاني ثم الوصول للجناح الأيمن أو العكس الناحة التانية للوصول للجناح الأيصر وفي كل المرات اللي حاول ينزل فيها مهاجم المنتخب غانا في المساحات اللي فضاها قدوس بحركة محمد النني كانت بمنتخب سهولة بيستلم براحته لأنه ولا واحد من سنائي قلب الدفاع في منتخب مصر كان عنده أوامر مباشرة أو مرجعية واضحة للخروج على مهاجم المنتخب غانا وحرمانه من الاستلام أو حرمانه على الأقل من الاستلام بحرية واتخاذ قرار جيد في التمرير أو اتخاذ قرار جيد في الحركة بالكورة وبالتالي كل المرات اللي حاول فيها منتخب غانا يتحرك من اليمين أو من الشمال كان بيطلع بسهولة جداً علشان الأجناحة بتاعتنا أو الأجناحة بتاعت منتخب غانا والأزهرات بتاعتنا ما كانتش عندها مرجعية واضحة وشفنا في أكتر من لقطة أن محمد صلاح لما بيكون وقف في المكان ده ويطلع من ظهره الظهير الأيصر لمنتخب غانا صلاح ما كانش بياخد قرار قوي قوي في عملية الضغط على حامل الكورة ولا عملية المراقبة اللصيقة للظهير الأيصر لمنتخب غانا وبالتالي شفنا في معظم الأقوات الظهير الأيصر لمنتخب غانا خالق زيادة عددية بالتعاون مع أندريا مع أيو على الطرف اليمين لمنتخب مصر وبالتالي كان بيجد مساحة كبيرة وبالمناسبة دي المساحة اللي تم استغلالها لتسجيل الهدف الأول حتى قبل الخطأ اللي وقع فيه مصطفى فتحي وبالتالي شكل اللي اعتمد عليه منتخب مصر أو اللي حاول اعتمد عليه منتخب مصر في حرمان المنتخب الغاني من الكورة ما كانش شكل مناسب إطلاقا لأنه للأسف كان مركز على مشكلة واحدة بس من مشاكل التحضير عند منتخب غانا أو من المشاكل أو من الطرق اللي منتخب غانا هيحاول يسبب لنا بها مشاكل ولكنه أهمل المشكلة الأساسية وهي عملية التدرج الأساسية لمنتخب غانا على رأس الحربة وزي ما قلنا وجود مدافع مختلف عن محمد عبد المنعم أو عن أحمد حجازي سواء كان اسمه ياسر إبراهيم أو كان اسمه علي جبر هو في النهاية ما كانش هو الحل الأساسي ولكن أنك تخلق مرجعية سبتة وقوية للمدافعين بتوعك أنه وقت ما إيه يحصل إحنا هنعمل إيه بالضبط ولذلك شفنا خلال أحداث الشروط الأول بالكامل تقريبا كل لعيبي منتخب مصر لما بيتعرضوا لأسئلة من لعيبي منتخب غانا أو من مدرب منتخب غانا كان الإجابات دايما بتكون غير قوية وغير مبنية على أساس حتى في لعبة الهدف الأول لما أيوه نزل وصحب عمر كمال عمر كمال ما كانش متأكد كفاية أنه محتاج ينزل لحد آخر نقطة هيستلم فيها أيوه وبالتالي كان بينزل بشكل يعني وبالتالي قدر أيوه يسحبه من ظهره ويستلم في ظهره واللعبة اللي كملت بعد كده وتم تسجيلها بالهدف الأول للمنتخب الغاني وبالتالي المرجعيات اللي اعتمد عليها منتخب مصر في مواجهة منتخب غانا كانت مرجعيات ضعيفة جدا مرجعيات بدون أساس قوي ولذلك شفنا منتخب مصر خلال الشروط الأول منتخب ضعيف بلا أدنى أفكار قوية وبلا أدنى قدرة على الإجابة على أسئلة منتخب غانا اللي تم طرحها خلال الشروط الأول تحديدا بدون كورة أما عن حالة الاستحواز في منتخب مصر وقت ما كان معنا كورة ففي ظل وجود محمد صلاح كنا بنحاول نعمل نفس الفكرة ألا وهي أنحنا نحاول نفرغ محمد صلاح في عمق الملعب وعن طريق أنحنا نخلي حمدي فتح في ظهره أو إمام عشور وبنحاول نخلي شكل منتخب غانا اللي كان 4-4-2 بوجود كدوس في خط الضغط الأول وبوجود رباعي في خط الدفاع ورباعي في خط الوسط بنحاول نفرغ التمانيات بتاعتنا أو إمام عشور وحمدي فتحي بنحاول نخليهم يساعدوا في تفريغ مرموش ومحمد صلاح في عمق الملعب علشان نقدر نطلع عليهم ولكن للأسف كل المحاولات دي ما كانتش بتنجح بسبب أنه منتخب غانا برغم أنه ما كانش بالقوة الكافية اللي يخلينا نقع في كل هذه المشاكل ولكنه على الأقل كان عارف المبادئ الأسسية في الضغط والترحيل واللي كانت بتساعده في كل مرات أنه يتفادى المشاكل اللي احنا كنا بنحاول نخلقها له فمثلا احنا كنا بنحاول نطلع الأزهرة بتاعتنا علشان تسحب البكات بتاعت منتخب غانا ونحاول نعتمد على سلاسة في خط الدفاع في إصال الكرة لمحمد صلاح في منطقة متقدمة في عمق الملعب لو افترضنا أنه ده حمدي فتحي أو إمام عشور وده محمد صلاح ده عمر كمال عبدالواحد كنا بنحاول نوصل بباص مباشر من أحمد حجازي لمحمد صلاح وبنحاول نخلق بعدها السيطرة المصرية على التالت الأخير ولكن كل المرات اللي استلم فيها محمد صلاح في المنطقة دي كان بيجد صعوبة كبيرة لأنه كان بيجد واحد من سنائي وسط الملعب بيضغط عليه ثم واحد من قلوب الدفاع قريب منه ثم واحد من الأزهرة قريب منه في المنطقة دي بالتالي حتى في حالة أنه صلاح كان قادر يستلم الكورة وقادر ياخد أول قرار تمرير اللي هو يوصل الكورة لمصطفى محمد كان مصطفى محمد بيستلم الكورة في منطقة زحمة جدا كان بترتب عليها أنه نرجع الكورة الوراء ونحاول نبدأ مرحلة تخدير جديدة كل المرات اللي حاولنا نطلع فيها بالشكل ده سواء كنا بنحاول نطلع على محمد صلاح أو كنا بنحاول نطلع على عمر مرموش كانوا بيواجهوا نفس المشكلة أما الشكل الثاني اللي حاولنا نخلقه خلال النشوط الأول وهو عملية خلق زيادة عددية على طرف المطرفين تحديدا الطرف الأيصر باستخدام محمد حمدي إمام عشور وعمر مرموش كان بيواجهوا مشكلة أساسية ألا وهي أنه منتخب غانا كان بيجنة بعدد أكبر واحد من نصف الملعب واحد من الأجنحة وواحد من الاثنين مهاجمين في الغالب كان بيكون محمد قدوس وبالتالي أفلوا علينا طريق العودة لخط الدفاع أفلوا علينا دخول عمق الملعب وأفلوا علينا التقدم فكنا بالفعل بنصل لنحمد حمدي وصلنا له أكتر من مرة لكن في النهاية كنا بنجد أن محمد حمدي عاجز تماما عن إيجاد أي حلول ثم بيرجع لورا وتعيد الكرة